توقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يصل عدد الإدراجات في السوق سبعة إدراجات حتى نهاية العام الجاري وفق رئيس التنفيذية للسوق عبدالله سالم النعيمي حيث تمت بالفعل خمسة إدراجات منذ بداية العام تقارب قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم ومن المقرر إدراج أسهم مجموعة فينيكس في الخامس من ديسمبر القادم بينما أعلنت مجموعة بيورهيلث القابضة عزمها إجراء طرح عام أولي يتبعه إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2023 وعن إطلاق السوق لمؤشر جديد خاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكما أوضح أن الإعلان يأتي تزامنا مع كوب 28 كما أنه يعد خطوة مهمة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة